يعني نتحدث عن 28 36 أظن السلعة 36 مليار 51 بس خلي بيلك بعد الزيادات السعرية اللي حصلت في الأقماح النهاردة كان دعم إحنا بنستورد ما قيمته 51 مليار النهاردة الرقم ده بقى 62 مليار ويمكن نوه عنه وزير المالية وقال إن حصل زيادة سعرية في الأقماح بلغت الرقم اللي أنا ذكرته فهتقفز من 51 مليار إلى 62 مليار الزيوت تضعفت خمات الزيوت فطبعا فيه تضخم عالمي وده حيكون له تأثير قدرة الدولة المصرية على استيعاب هذا التضخم بشكل جيد كان بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تمت فنريد الحفاظ على هذه المكتسبات الاقتصادية في ظل معدلات نمو سكاني في مصر تصل إلى 2.5 في الماء يعني كل سنة عندنا 2.5 مليون زبون طيب إحنا عشان نحافظ على معدلات النمو ونقدر ننمو بمعدلات نمو إيجابي لازم معدلات النمو تبقى على الأقل 3 أضعاف معدلات نمو السكان يعني لازم أتحدث عن 7.5% هو معدل نمو إجمال الناتج المحلي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الحقيقة ده صعب جدا فلازم نشتغل على المقام الآخر إزاي أن أنا أضبط إقاع معدلات نمو السكان لأن لو استمرت معدلات نمو السكان بهذه النسبة وهي نسبة كبيرة جدا نحن الأكبر على مستوى العالم لدينا معدلات نمو السكان 2.5% الصين نتكلم على مليارات بس أنا معدل نمو السكان قد إيه في الصين الحقيقة إحنا نفوق الصين ونفوق الهند في معدلات النمو نمو السكان فلو لم ينضبط معدلات نمو السكان حتى تآكل ثمار النمو فلازم يكون هناك انضباط لميزانية الدولة مش عايزين يبقى عجز الموزنة كبير لأن العجز لما بيزيد بتضطر أنك أنت تقترد من الداخل ومن الخارج وده بيؤثر على الأجيال القادمة فمهم جدا أنك أنت بتتعامل في معدلة صعبة عندك معدلات نمو السكان كبير عندك تباطؤ في الاقتصاد العالمي محتاج أنك تحقق معدلات نمو ثلاث أضعاف معدلات نمو السكان عشان يشعر المواطن بثمار التنمية والنمو فهذه تحديات كبيرة في فترة أنت بتشهد انخفاض في معدلات نمو الاقتصاد العالمي أرجع معك تاني للدعم طب من يستحق الدعم ده سؤال مهم جدا كان هناك لجنة ومزالت تسمى لجنة العدالة الاجتماعية نعم وهذه اللجنة الحياة مشكلة بكثير أو من كثير من الوزرات المعنية والجهات المعنية المختصة بدراسة الدعم وتم وضع مجموعة من المعايير والمحددات فيما يتعلق به الحيازة والملكية والإنفاق والاستهلاك ووصلنا إلى معادلة جيدة وقلنا أن الناس اللي دخلها 2400 جنيه فأقل تستحق الدعم اللي عنده عدد من الأطيان الدكازة يستحق الدعم وقدرنا أن احنا نعمل تصفية وتنقية كبيرة لما يقرب من ملايين من المواطنين كانوا على منظومة الدعم أتصور وزي ما قيل من قبل فخامة الرئيس محتاجين إعادة نظر في هذه المحددات لأن أنا أتصور أن عدد المستفيدين من الدعم حاليا أكثر مما ينبغي وقد يكون هناك ناس تستحق الدعم مش موجودة في هذه المنظومة فعش كده في السياق زيارة فخامة الرئيس إلى السعيد تحدث في معدلات تموه السكان وحصل إسقاط لهذا الأمر على الدعم يعني إحنا كنا بنتحدث في دعم قد إيه كان الدعم قبل 2014 ما يقرب من 36 مليار إحنا النهاردة بنتحدث عن 87 مليار وبعد كده بيبقى في بعض زيادات السعرية نصر 90 مليار دعم الغذاء السنة والغذاء اللي هو بيمثل 30% لما تيبص على إجمالي فطورة الدعم اللي أنا ذكرتها 321 مليار بتمثل 18% من إجمالي المصروفات يعني المصروفات في الفترة القادمة في ميزانية الدولة بنتحدث عن 1.8 من 10 تريليون جنيه بتمثل 18% في منظومة الدعم وأكبر قدر من الدعم بيوجه للمواطن في سورة غذاء لو الدولة قادرة على تقديم دعم أكثر ولكن زي ما بقول انضباط الميزانية بتاعت الدولة مهمة جدا هنرجع للسؤال من يستحق الدعم لمن يذهب الدعم يعني النهاردة ما نقول 90% من أطفال مصر مدعوين في الخبز هل هذا منضبط هتصور أنه هو أمر غير منضبط بالمرة هم نقول أن قواعد المستفدين البيانات قواعد البيانات للمستفدين من السلع 64 مليون أنت محتاج تصفية وتنقية مستمرة لضبط الدعم فأنا أتصور ترجمة نانسي قنع